عكيت الفترة اللي فاتت في الضايت في رمضان ومش شايف اي تغير عليك من ناحية انقص الوزن. مشيت على ضايت او نزام غزائي معين وقللت صارتك الحرية لكن برضو لسه مش شايف نتيجة واضحة لانقص الوزن لرمضان. الفيديو ده اكيد ليك. قبل ما يبدأ في الفيديو ده وتحابب اوضح نقطة ان الفيديو ده المعلومات الموجهة لي لحد عايز يخص في الوزن بغض النظر عن اي نتايج تانية. يعني بمعنى لو انت بتشي حديد او بتروح للجيم وعايز تحافظ على عضلاتك. الفيديو ده المعلومات اللي هتبقى فيها تبقى صعبة اوى عليك لانه ممكن تتدخل مع تتدخل مع الموضوع ده بالنسبة لك. فالفيديو ده بصورة اساسية مواجه لحد عايز يخص. عايز زايد جدا في الوزن وعايز يستغل الوقت الفاضل في رمضان. الفيديو ده بالنسبة لنا هنقسم القسمين في الدايت زي ما احنا منتفقين. اول حاجة الدايت نفسه او السعرات الحرية اللي نبدأ لندخلها للجسم بتاعنا. تاني نقطة الاكسرسايز او التمرين اللي بنعمله في اليوم بتاعنا. اول حاجة بالنسبة للدايت بتاعنا. عايزين نمشي على نظام الغذائي في خلال الست ايام او سبع ايام اللي جايين دول والفاضلين في رمضان. نظام الغذائي الف وموتين سعرة في اليوم. هتاخد الف وموتين سعرة حرارية بس في اليوم. وده نظام الغذائي يعتبر قاسي. يعني مش بنصح حد ان هو يستخدم النظام ده الفترات طويلة. زي ما اتفقنا احنا عايزين نلحق ما يمكن ادراكه. ونلحق آآ الفترة الباقية في رمضان فعشان كده هنستخدم النظام دوت معنا. فناخد الف وموتين سعرة حرارية في اليوم. وهقول لك دلوقتي المواصفات الالف وموتين سعرة دي تكون ازاي. هتقسم اكلك على تلات واجبات زي ما اتفقنا. ده اساسي جدا. فطار وسحور. وفي وجبة في النص اللي هي بعد الصلة وبعد صارت التراويح. ودي الوجبة اللي قلنا بتكون اساسية. كل وجبة لازم بقى في المنصفات اللي هنبدأ نقولها دلوقتي. لازم يكون فيها الياف زي خص او فلفل. الحاجات دي ممتازة جدا. يعني الياف صلطة. يكون طبق صلطة موجود في كل وجبة. في حاجات زي الخص والفلفل. حاجات ليفية فيها الياف كتير. بتساعدك على الشبع وفيها سعرات حرية قليلة. تانية حاجة يكون فيها بروتين. كل وجبة من الثلاثة واجبات. دي نقطة مهمة جدا واساسية وتفرق معك جدا. كل وجبة من الثلاثة واجبات دول لازم يكون فيها بروتين. لانا زي ما اتفقنا من فيديوهات سابقا البروتين وقد ايه مهم جدا في الضغايت بتاعنا. نقطة المهمة جدا بالنسبة لنا هنا برضو اللي هتفرق معنا جامل جدا هي ان انت لك في اليوم بس في خلال الايام الجاية دي متين كالوري بس. اللي هي مش هي الف ومتين. المتين اللي فوق الالف دول هي اللي متاح بالنسبة لك تاكلهم سكريات. يعني بمعنى لو انت عايز تاكل حلويات عايز تشرب آآ بيبسي مثلا. عايز عايز تعمل اي حاجة فيها سكريات او حاجة حلوة او شوكولاتة او اي نكلم حاجة ديت. متين كالوري بس اللي ما اسمحها لك في اليوم. النقطة الجاية عندنا في الستة او السبع ايام اللي جايين اللي النهارده او اليوم فيهم يعني هتشرب من لترين ونص لتلاتة لتر مية. ودي اساسي جدا. المية مفيدة جدا في الدايت وممكن ان شاء الله نتكلم عن الموضوع ده بعدين. المية هتساعدك جدا في انقص الوزن. فما تقلش في شرب المية في اليوم عن اتنين ونص تلاتة لتر. طبعا لو هتشرب عصير او كلام زي كده اتفقنا ان يكون محسوب من ضمن السكريات اللي محسوب عليك. ولو عايز تشرب عصير ممكن تعود نتيجة المية. يعني انت لو هتشربها كوباية عصير احسبك انها كوباية مية. شيلها من الاتنين ونص تلاتة لتر. مفيش مشكلة في الموضوع ده. لكن احسب عدد سكريات اللي فيها كويس. ده كان بما يخص اول نقطة بالنسبة للضايت او بالنسبة للاكل اللي احنا هبناكله. تاني حاجة بالنسبة او بالنسبة الرياضة بتاعتنا. نستخدم نزام شديد شوية في الرياضة بحيث ان احنا نستغل الفترة اللي جاية جامل جدا. هنتمشى في اليوم او هنمشي في اليوم ساعتين يوميا. طبعا انتم عارفين قد ايه قيمة الماشي وقلنا دي هو مهم جدا في القاس الوزن. فاحنا هتمشى ساعتين يوميا اتنين ساعة بسرعة متوسطة عاية مش لازم جاري او موجود عنيف. لكن الفكرة في الوقت. ساعة من النوم زي ما اتفقنا هكون قبل الفطار. دي اساسية وما ينفعش نستغنى عنها خلص وما لهاش بديل. ساعة قبل الفطار يعني لو المغرب مسلا بيأزن الساعة سبعة هديجي الساعة ستة طوع تتمشى لمدة ساعة تراوح على طول تاكل زي ما اتفقنا. تاني ساعة هتكون عندك اختيار من الاتنين. ساعة تانية دي يا تتمشيها اول ما تصحم النوم على طول في وقت اول ما تصحم النوم. انت بتصحم اتأخر او لقيت ان الساعة هتقرب من وقت الفطار. ممكن تتمشي الساعة ديت بعد ساعة التراوية. كيف هي ديت الكلام ده? زي ما اتفقنا ان لما متعود على ضاية معين او نظام سعرات حرارية معينة بتدخله الجسمك بتبدأ تدخله كل يوم كل يوم بتاخد عدد معين من السعرات. جسمك يبدأ يتعود على الموضوع دوت ممكن ما يبدأش يقل في الوزن. فلما يبدأ ان يدخل نظام سعرات شديد شوية او مش اشد حاجة يعني بس آآ قاس شوية او قليل شوية في السعرات الحرارية مع الرياضة او مع ماشي جسمك مش هيلاقي قدامه اي فرصة غير ان هو يحرق دون ويقليلك في الوزن. استغلوا السبع ايام اللي جايين دول كويس جدا جدا فكل حاجة يعني بحرص ورمضان بيخلص هوك وسلم طيبين اشوفك بكرة ان شاء الله فيديو جديد. سلام عليكم.